السلام عليكم ورحمة الله النهاردة بإذن الله هشرح لكم نبدأ في شرح الأحياء من ثاني وأكون معاكم الأول الترمدة في شرح الأحياء للصف التاسع المتقبل هنبدأ كده بشرح أول وحدة أو الدرس في الوحدة ولو حد محتاج حاجة أو محتاج أي توضيح يكتب لي في الكومنتات وأنا هجاوب عليه وهعيد الشرح داني أول وحدة عندنا اسمها الكيمياء في علم الأحياء من اسمها كده هنلاقي مرتبطة بالأحياء مرتبط بالكيميا أو الكيميا الموجودة أو مرتبطة بعلم الأحياء وهنلاقي أغلب الوحدة تتكلم عن الكيمياء لو فاكرين من السنين الفاتت أخدتوا الذرات وعناصر ومركبات وأخدتوا تعريف كل حاجة بس كانت معلومات بسيطة وبدائية فإحنا السناء دي هناخدها إيه بتفصيل شوية أول حاجة إحنا عندنا أي حاجة لها كتلة وبتشغل حيز من الفراغ دي بنطلق عليها مادة يبقى لو طبقنا القانون ده ووجبنا أي شيء ليه كتلة وبيشغل حيز من الفراغ هنلاقي المواد حوالينا كتير جدا تمام أي الكائنات الحقيقة جميع الكائنات الحقيقة إنسان نبات حيوان بتتكون من المادة دي بتتكون من المواد المادة دي نفسها في عالمين يونانيين واحد اسمهم لوسبوس وديموكروتس لوسبوس وديموكروتس دول أول ناس اكتشفوا أو أخذوا المادة دي حللوها واكتشفوا إن هي بتتكون من أجزاء صغيرة جدا سموها الظرة يبقى دول العالمين اللي أخذوا المادة ويكتشفوا إن هي تتكون من جسيمات صغيرة سموها فيما بعد الظرة يبقى تعريف الظرات أو الظرة هي أي؟ هي وحدة بناء المادة يبقى الظرة هي وحدة بناء المادة والمادة أي شيء لكتلة ويصغل حيز من الفراغ بعدما العلماء اكتشفوا إن المادة متكونة من المادة صغيرة بعدين أطلقوا عليها اسم الظرات بقى بدأوا يجمعوا الأدلة التجربية عشان يثبته وجود المادة الصغيرة الجسيمات الصغيرة دي وسموها فيما بعد الظرات مش بس كده ده أخذوا الظرات دي وحللوها ودرسوها واكتشفوا إن هي كمان بتتكون من جسيمات صغيرة جدا جدا سموها إيه بقى؟ إحنا عندنا الظرة متتكون من جسيمات صغيرة أول حاجة عندنا النواة سوري البروتونز أول حاجة عندنا البروتونز ثانية حاجة عندنا الإلكترونز ثالث حاجة عندنا النيوترونز نعمل كده وبعدين نشرح ليه حطينا العلمات دي يبقى كده الضرة بتتكون من 3 جسيمات البروتونز والالكترونز والنيوترونز البروتونز كل حاجة فيهم ليها شحنة يعني البروتون مشحونة بالشحنة المجبة والالكترون مشحون بالشحنة السالبة والنيوترون ملوش شحنة نيوترون جاية من نيوترون يعني متعادل ما لها الشحنة ففي الضرة عدد البروتونز بيساوي عدد الالكترونز معنى كده ان الضرة هتكون ليها شحنة الضرة نفسها ليها شحنة لأ الضرة نفسها هتكون ايه الشحنة الاجمالية ليها صفر لان عدد البروتونز بيساوي عدد الالكترونز عدد الشحنة المجابة بيساوي عدد الشحنة السالبة يبقى الضرة الشحنة الاجمالية بتاعتها صفر الboroton والنيوترون الboroton والنيوترون موجودين في مركز الزرة مركز الزرة دالي هو النواية بتاعة الزرة طيب والالكترون بتدور حول النواية في حاجة اسمها مستويات الطاقة سيبقى دا المكان بتاع ال PSAKI ve promovol البروتون والنيوترون موجودين داخل مركز الزرة اللي هو النواية والإلكترون بيدور حول النواة في مدارات تسمى بمستويات الطاقة دي رسمنا عندنا جواها البروتون والنيوترونز وبتدور الإلكترونز حول النواة في مستويات الطاقة عندنا ضرة أكسوجين لها 8 إلكترونات وضرة الهيدروجين لها إلكترون واحد طبعا قلنا طالما عدد الإلكترونز بيساوي عدد البروتونز يعني لو دي تمانية يبقى دي تمانية لو ضرة الهيدروجين لها إلكترون واحد يبقى عندها بروتون واحد وعندنا بقى حاجة مهمة جدا جدا اللي هو الجدول الدولي يعني إيه الجدول الدولي وبيتكون من إيه ومفروض نطلع منه إيه أو إيه اللي احنا نستفيدها منه كل ده هنقوله دلوقتي أول حاجة الجدول الدولي مكون من عناصر كل بلوك ده عبارة عن عنصر طيب إيه هو العنصر؟ العنصر بقى تعريفه هو مادة نقية لا يمكن تقسيمها لمواد أخرى بالوسائل الكيميائية أو الفيزيائية لبقى هي مادة نقية لا يمكن تقسيمها بتتكون من نوع واحد فقط من الضرات لأن بعد كده هناخد حاجة اسمها المركب والمركب بيمكن تقسيمه بيمكن تقسيمه بالوسائل الكيميائية وبيتكون من أكثر من نوع من الضرات فلازم نعرف الفرق ما بينه العنصر هو مادة نقية لا يمكن تقسيمها لمواد أخرى بالوسائل الكيميائية أو الفيزيائية وبتتكون من نوع واحد فقط من الضرات موجود أكثر من مئة عنصر معروف ودلوقتي بقوا أكثر من مية يعني في الجدول الدولي فيه أكثر من مية منها اتنين هو تسعين عنصر موجودين بشكل طبيعي وفي عناصر تانية العلماء هم اللي ركبوها تمام عايزين نعرف إيه بقى من الجدول الدولي عايزين نعرف كذا حاجة أول حاجة الصفوف الرقصية دي أو الأعمدة الرقصية دي هنسميها اسم هنقول عليها مجموعات يبقى الأعمدة الرقصية عبارة عن مجموعات يلا قولوا معايا كده عندنا كم مجموعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لحد تمنتاشر مجموعة دي ايه دي الأعمدة الرقصية طيب عندنا الصفوف الأفقية اللي هي بالشكل ده بالشكل ده دي هنقول عليها اسم دورات اسمها ايه اسمها دورات يبقى الصفوف الأفقية اسمها دورات والعمدة الرقصية اسمها مجموعات عندنا تمنتاشر مجموعة وعندنا كام دورة عندنا سبع دورات طيب دي اول حاجة هنستفدها من الجدول الدوري طيب كل مجموعة كل مجموعة الخصائص بتاعتها هم حطينها ليه في مجموعات مقسمينها ليه في مجموعات هل بشكل عشوائي هل حطين العناصر دي بشكل عشوائي ولا حطينها بترتيب ونظام هو اسم الجدول الدوري لانه هو مرتب بطريقة منظمة ان كل مجموعة ليها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية المجموعة او العناصر اللي هي الخصائص الفيزيائية والكيميائية متشابهة دي موجودة في مجموعات مش نفس الخصائص لقا هي خصائصها متشابهة تمام عندنا تحت هنا سلسلتين دول تبع ايه بقى؟ دول تبع انه مجموعة او تبع انه دورة السلسلتين دول برضو تبع الجدول الدوري عادي يعني هم مش منفصلين عن الجدول الدوري هم تبع الجدول الدوري يعني سلسلة اللانثاني دات دي موجودة بعد اللانثانيوم هنا وسلسلة الاكتيني دات موجودة بعد الاكتانيوم هنا طيب فصلوهم ليه؟ فصلوهم عشان بس لو حطوهم هنا لو وسعوا كده المكان ده وحطوهم هنا فالجدول الدوري هيطول جدا هيبقى طويل. فبالتالي عشان يبقى الشكل منظم فهم فصلوا المجموعتين دول تحت الجدول الدوري. طيب هنعرف ايه تاني من الجدول الدوري? انه اه لو هو جاب لي مسلا كل بلوك في معلومات كده عن العناصر. طب احنا محتاجين نعرف ايه من المعلومات دي? يعني هو جاب لي هنا الهايدروجين ها جابه هنا بره كبره وجابه لي مسال. عايزني اعرف منه معلومات. اول حاجة اسم العنصر. اسم العنصر اللي هو الهايدروجين. تمام? تاني تاني حاجة السيمبل بتاعه. معبرين عن كل عنصر بسيمبل. بيكون متكون من حرف او حرفين. ده العنصر. ده اسمه الرمز قصدي. يعني ده العنصر اسمه الهايدروجين. والرمز بتاعه الاتش. طيب اه عندنا حاجة تانية اسمها العدد الذري. هتلاقوا. رقم فوقه كده. ده اسمه العدد الذري. تمام? فيه رقم تاني تحت كده ده اسمه الكتلة الذرية. بس يعني دي المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها من كل بلوك. يجب لنا بقى اي بلوك في المعلومات دي واحنا نعرف بقى آآ انهي اسم العنصر وانهي العدد الذري بتاعه وانهي الرمز و ايه الكتلة الذرية بتاعته. يعني عندنا مسلا نجيب كده اي بلوك كمثال. عندنا ماشي ممكن يجيبهم الجدول الدوري. عندنا كده الكالسيوم. الكالسيوم موجود في المجموعة التانية في الدورة الرابعة. في المجموعة التانية في الدورة رقم اربعة. اهو. الكالسيوم ده اسم العنصر. طيب الرمز بتاعه. يلا قلوا معي. الرمز بتاعه برافو عليكم اللي هو طيب العدد الذري بتاعه العدد الذري اللي هو ده عشرين. تمام? ويه الكتلة الذرية. اهي. اربعين بوينت زيرو سيفن ايت. ده اه دي المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها. اه في حاجة تانية ممكن نزودها اللي هي حالة المادة. احنا عندنا المادة موجودة بتلات حالات. غاز سائل الصلب. والمواد المصنعة. او العناصر المصنعة. اه فحالة المادة بتكون موجودة بالشكل ده. يعني الكالسيوم اللي احنا نستقلينه. بصوا كده الرمز ده. وحالة وده بيدل على ايه? نشوف هنا اهو. حالة المادة بتاعته صلبة. طيب. وعندنا على حسب اللون ليه الجدول الدوري ملون? لان كل الالوان دي بتدل على حاجة. عندنا في الزات واشباه في الزات. ويه? آآ لا فلز ومكتشف حديثا. دي الالوان بتدل على آآ آآ بتدل على كده يعني اللون الاصفر ده لا فلز. اللون الاخضر شوية الميل اللي اخضر شبه فلز. اللون الازرق شوية ده فلز. فانا اكتشف ان اغلب العناصر عندنا ايه? اللون الطغي عليها آآ اللي هي الفلزات. تمام آآ 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 العناصر موجودة في القشر الأرضية وموجودة في الكائنات الحية آآ بنسب مختلفة. فهو هنا جايب لي مثال على آآ كز عنصر. الهايدوروجين والكاربون الاكسوجين نايتوروجين كالسيوم او آآ آآ وماغنسيوم. وآآ آآ سوديوم وآ بتاسيوم وفوسفور وسيليكون وعناصر تانية. آآ 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 عايزين نعرف ايه هو اكتر او اي عنصر موجود اكتر في الكائنات الحية. اه هو الكائنات الحية باللون الاخضر ده والكشرة الارضية اللون الاخضر ده. عندنا اكتر عنصر موجود في الكائنات الحية هو الهايدروجين. اهو. ده الهايدروجين كده موجود شكل كبير جدا في الكائنات الحية. وكمية قليلة في الكشرة الارضية. طيب وعندنا بص الاكسوجين الفرق انه موجود في الكشرة الارضية اكتر من الكائنات الحية. واسلكم كذلك في الكشرة الارضية اكتر من الكائنات الحية. بس هنوقف درسنا للحد كده النهاردة. آآ اتمنى يكون درس خفيف كده ولزيز عليكم. ان شاء الله هحاول ما طولش في الفيديوهات عشان ما تكونش مملة بالنسبة لكم. المرة جاية ان شاء الله هنبدأ في النظائر ونشرح يعني ايه النظائر. لو في حد عنده تعليق او في حاجة مش وضحة ممكن يسألني في الكومنتات. شكرا بكم.